خليني أضرب لك مثل بشخصية لطفل أنا معرفش يا جماعة هو صيني ولا ياباني ولا إيه راين يعني راين ده طفل يعني من عمر ابني كده طلع معاه معاه وعرفه ليه قناة وإنت عايش معاه للنهار في البيت وبعدين ما شاء الله أمه وخلي في التاني وجاب التوأم وشوفنا التوأم وما بيكبر يعني عارف إنت عارف اللي هي الحياة اللي هي موجودة طول الوقت وإحنا شايفينها طبعا وفيه منتجات حواليه الشركات هو بيعمل دعاية حينه صار نموذج لكتير من الأسر اللي تقولك إيه والله طب ما شاء الله ابنك حليوة أو بنتك أمهورة أو موهوبة أو شائية أو لطيفة أو بتغني أو بترقس أو أي مكانة اللي بتعمله ما تعمل معها زي الطفل ده وتكسب فلوس طفل ده هيعاني من إيه لما يكبر صح ده سؤال مهمة جدا طبعا هو هو إينا ويه الدنيا ما قلناش أنا ما قلناش ناوحشة وان ها دي برسينت بالعكس انت بتزود سوشال سكيلز تانية برضو وبرزينتيشن يعني تعرف تعمل كده قدام الناس خطابة زي خطابة بتاعت زمان وبطريقة جميلة وتعرف تبدأ مع الوقت تعرف إيه اللي بيعجب الناس حاجات كويسة جدا بس هو في اللونجران اللي هيحصل إنه فيه يعني ربنا سبحانه وتعالى فيه حاجات بتتقلص على حساب حاجات لاحظنا إن الناس الديجيتال قوي دول الناس الشاطرين قوي في الديجيتالايزيشن ده اللي هما جينيتكس طاعتهم هندسية أكتر من إنها الناس دي مشاعرها إلى حد ما بتقى بلانتد يعني بتبقى مش حد بعدما كانوا غير الناس العطيين وبقى راجل يعني راجل بيعرف يجيب فلوس كويس راجل بيعرف يعمل ماركتنج حلو قوي راجل بيعرف يبقى في قاعدة كده يجمع الناس وحتى تعالى لعب بقى معه كحياة خاصة كأصدقاء غير إن الاقتصاد لحز دماغك وخليك كل حاجة كام تسوي إيه تعمل إيه بالأرقام يعني آآ شوية بقيتش عاطل أوز ده على حساب على حساب يور إيموشنز على حساب إن انت مقيتش كمان سو لويال يعني يعني ممكن كل حاجة في الآخر ماشي مراتي ولا خاطبتي ولا هو إيفر يعني في الآخر موضوع ده هي سوى كام طب أنا لو غيرتها وعملت يعني أنا براهم خلاص بقت الحكاية كلها حسابات آآ نسبة تعدد هتزيد لأنه كل حاجة بكام وممكن أجمع منها كام وسوي منها مش حاف إيه الناس ممكن متاخدش أقول الحاجتين يا دكتور يعني أقدر اعمل البلانس 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 انو دي لها تأثيرات ايجابية على بعض المهارات المهارات الاجتماعية في حالة انه هو عنده عنده منطقته عنده وشوع وفي ناس بتردعو غروف وفي ناس بتصور معه في الشهر قادر أنا كأم أعمل حالة التوازن دي يعني قادر أوزن لابني يعني لو حد نصحني متعامليني لابنك قناة على اليوتيوب ولا عملي له صور أو عملي له أكاونت قادر أعمل ده بس أنا بتدخلي حال التوازن أنا النهاردة لو أنا قبل الموبايل فتح الحنفية وعندي البانيو وعندي كالرز ولعب وخلي طفل يوعد يلعب فيه وبصراحة قلت الواد مبسوط وبيبقى تعلمت بالموضوع ده وأنا أخذ بقى وقت أعرف أخلص أمولي بقى وأشوف إذا كنت أعطبه إذا كنت أغسل إذا كنت أخره يزور صحابة أكلمه أو قاعد وأنا متابعة من على بعد المياة القاعدة بتخرى على طول دي ده شيء مش مظبوط في الآخر أولاً هيفيد وبعدين هيخلي الطفل في حتة معينة فإحنا بنتكلم أن الأم أو الأب أو الكيرجيفر الشخص الولي الأم هو المسؤول عن هذا البلانس هذا التوازن في المدة في نواية التعرض نفسه يعني أنا موافق جداً إن أنا بعد شواء لما أعمل لك تاستين كده أدخلك على جيمز وعلى يوتيوب وعلى إنستجرام وعلى واتس وعلى وعلى بعدين لاحظت إن أنت تالنت في حتة معينة فأنا بالتالي أكيد المفروض أنها أركز فيها تمام يعني زي الثقافة كده اللي هو أعرف شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء